يعني الناس بتقولك طب هي صلاة الويتر دي ايه الحكمة يعني منها في بعض الناس تسأل هذا السؤال لو ما أجبناش الإجابة التي هي قد تكون منتظرة من أن هذا أمر تعبودي وأن هذه يعني صلاة يثاب الإنسان عليها وكذا إلى آخرها في معنى آخر وهو أن الله تعالى بالتتبع والاستقراء كده وبالتصريح كذلك يحب الأوتار في الحديث الشريف إن الله وتر يحب الوتر وتر يعني فرد واحد يحب الوتر فالوتر ده مفضل عند الله مش الوتر هنا بقى اللي هو صلاة الوتر بقى الوتر يعني العدد حتى بنوتر لما تديني تمر كده نوتر في الأشياء تتأمل كده الصواوات خمسة السماوات سبعة والأراضين سبعة نصاب الزكاة في الزروع خمسة أوسق مثلا الوتر واحد سبعة تسعة حداشر ثلاثة الطواف سبعة الطهارة ثلاثا ثلاثا فشوف التتبع كده وربما كده العرب آخر عدد عندهم كان سبعة يعني كان آخرهم من السبعة بعدين يعني أو كانت رقم سبعة له أو الرقم الوتري له أساس في حياتهم المقصود أن الشريعة أخبرتنا أن الله تعالى المعلقة السبعة مثلا ما تجيبنا في القصيد مثلا ده اتفاق يعني ده وافق بتكلم على العدد على الرقم نفسه على الرقم نفسه لكن هو لا لكن الشريعة يعني لفتت نظرنا أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب الوتر فده معنى من المعاني يعني اللي نستطيع أن إحنا إيه نستجلبها في هذا السياء طيب معايا أم عبد أم عبد